نظام مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج أروماتيزم للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مرسم تسليم أطراف تعوضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة وجاء ذلك برعاية القوات المسلحة في إطار برنامج التأهيل الجسدي والنفسية لمصابي الألغام من أبناء محافظة مطروح تحت رعاية القوات المسلحة وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي نظمت مراسم تسليم الأطراف التعاوضية لعدد من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة حيث نظم مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابي الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مطروحة وذلك في إطار برنامج التأهيل الجسادي والنفسي لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع جينا أن الناس لا قصرت معنا عملوا لجازات نظيفة على مستوى عالي الصراحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمله مع المعاقين ومع تضرير الألغام نفع علينا بالخير عدنا ثلاثة أيام أو أربعة أيام شفنا أن هناك نظام كبير متغير وشفنا الراحة النفسية لنا وشفنا كل الاستقبال الجيد بهذا المكان الجيد دون جهاز بات رفوق الربا يعني يكلب بيكلب تكريف كتير أعلم شدها هم هم بيصنعها وتعديمها لي شملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمراكز الطب الطبيعي والتأهيلية وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز والذي يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهي كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة في الفترة الأخيرة فيه بعد مهم جدا وهو توجيه من فخمة الرئيس بالتركيز على الأطراف الصناعية وأنه يبقى فيه كيان ضخم قومي يقدر أنه يخدم مش بس أهالينا في مصر ولكن أيضا في الوطن العربي وأفريقيا هذه الخطوة تؤكد حرص وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع القوات المسلحة على دعم أهالينا في مطروح وعلى حصولهم على حقوم الطبيعي في القدرة على المعيشة والقدرة على القيام بدورهم في الحياة بشكل طبيعي بعد الحوادث التي تعرضوا لها وإحنا كمجلس نواب وكلجنة علاقات خارجية بنتوجه لهم بخلص تقدير على الجهود التي تمت حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤول وزارة التعاون الدولية